اشتركوا في القناة وعرب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هذا القانون المتحضر الذي يراعي خصوصية الطفل ويعزز أساليب التقويم فضلا عن مراعاته للمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان حيث لم يقتصر القانون على توفير الحماية للأطفال الجانحين بل أيضا لأولئك المعرضين للانحراف ليمد يد الرعاية والحماية قبل الانخراط في براثن الجريمة أو الانحراف وأكد العميد الحسن أن هذا القانون شكل نقطة تحول بالغة في إحدى القضايا الاجتماعية التي لا يمكن تجاهولها نظرا لما يمثله الطفل من حاضر ومستقبل الأمة كما دعا العميد الحسن إلى أهمية أن تتبنى الشرطة ضمن مهامها ومنهجية عملها تعزيز جهودها في حماية الطفل وتعزيز التعاون بين مديريات الشرطة ومركز رعاية الأحداث في مجال الاختبار القضائي والرعاية اللائحة للأطفال المعرضين للخطر وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية من جانبها أشارت العقيد الركن مريم البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث إلى ضرورة إنشاء مكاتب للأطفال في جميع مديريات الشرطة وإعداد برنامج بالتعاون مع شؤون التنمية الاجتماعية لتأهيل نزلاء الأطفال إلى جانب البرامج المتوفرة لدى الوزارة بما يتناسب مع النهج الذي يبتغيه القانون الجديد